اكد النائب السابق علي بوحديدة في حوار مطول مع القبس ان التعاطي الحكومي والنيابي مع القضايا المختلفة يراوح مكانه منذ خمسة وعشرين عاما لافتا الى ان القضايا التي لا تزال تطرح هي ذاتها التي اشبعت مناقشة منذ العام الف وتسعمائة واثنين وتسعين من ضمن اهم القضايا اللي انت تلمستها خلال الفترة اللي فاتت وشفت انها كانت مطروحة من خمسة وعشرين سنة والله الاول امس انا رأيت بجريدتكم القبس ان وزارة الصحة عندها نية ان تعطي شركة من شركات الاستثمار الاجنبي لادارة مستيشفى جافرل احمد مستيشفى جافرل احمد اعتقد انها والمشاهد يعرف انها ما بنى في يوم وليلة يعني صال لأكثر من اعتقد ثمان سنوات او تسع سنوات من بداية التصميم الى مراحل الانشاء لما ان انتهى اليوم كل يوم نسمع رأي بعدة اراء في ادارة هذا المستشفى احنا ثمان سنوات مفروض احنا قبل ما نبني هذا المستشفى عارفين الخطة اللي احنا بنبني فيها المستشفى نشوف خمستعاش اثنى اثنى اثنين اثنين قدمت سوال الى وزير الصحة قلت له يا وزير الصحة لما يعني ما تعهدون الى احد الشركات العالمية ادارة احد المستشفيات بالكويت نوع من التجربة ونشوفها هل هذه التجربة تنجح معنا وخاصة في ذاك اليوم كان عندنا والحمد الله في كل محافظة فيها مستشفى فيما يتعلق التركيبة السكانية اليوم هي صارت حديث المجتمع الكويتي والدواوين والناس بشكل عام واعتقدنا لك راي في هذا بخصوص التركيبة السكانية هو التركيبة السكانية وخلط بين التركيبة السكانية وبين الوظائف يعني الان في الناس خلطة بين الوظائف انه وظائف كل الوافدين بالوظائف والوظائف والتركيبة السكانية نحن نقول التركيبة السكانية نحن نحتاجين وظائف لكثير من الخبراء والمستشارين الوافدين نحن بحاجة لهم بسة لكن هناك خلط ما بين الوافد العمالة الهامشية التي لا تحتاجها البلد وما بين الخبراء والمستشارين أيضاً الكويت لما تيجي الآن عندك مشاريع تقدر أكثر من 20 إلى 30 مليار هذه المشاريع أعتقد أنها محتاجة عدد كبير من العمالة قامت الحمق للحكومة الفترة الأخيرة على موضوع قصائم خيطان أنها ضمتها للطلبات الأسكانية هذا أكثر موضوع أخذ لنقاش أكثر موضوع أخذ نقاش ما بين المجلس الامة وفي مجلس الوزراء ومجلس بلدي أنا أعتقد أن أقضى من سنة 80 إلى سنة 90 كتب ما بين البلدية ومجلس الوزراء يعني آخر كتاب إلى كان إلى 93 بثمنونها بيعدون نظر فيها مشكلة العزاب قديمة وكانت أحد الأشياء التي كانت مطروحة في مجلس الـ 92 إلى اليوم إلى اليوم موجودة لا يوجد شيء السبب؟ الحكومة تفقدت أنها لا تريد أن تحل شيء هذا كذلك مختصر عندها هذا مقرار أنها لا يريد أن نحل أي مشكلة خل المشاكل معلظة كلها يعني الخيطان القديمة انتقلهم وانتقلهم إلى خيطان جديدة اللي ثمنهم هم البيوت رأهم لحين الخيطان القديمة تأبذم الأهالي الله يكون بعونهم يعني لم تدخل الخيطان ما تقدر تدخل